اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويسووا لحث ويروح على سلة المهملات ويحذفه الطريقة هذه خاطئة لأنه في برامج أو ملفات مخفية مع هذا البرنامج فأنت لازم تمسح البرنامج بالكامل شو اللي تحتاجه؟ تحتاج أنك أنت تحمل برنامج ورح نحمله الحين مع بعض ونشوف شلون يشتغل هذا البرنامج ندخل على متصفح السفاري ونروح على هذا الموقع راح أطلكم رابط تحميل هذا البرنامج في الديسكريبشن تحت الفيديو طبعاً تي وتحمل آخر أصدار تضغط عليه لاحظ معاي راح يتحمل معانا بعد ما يكتمل نروح على ملف الأبليكيشنز أو البرامج لاحظ معاي هذا هو البرنامج اللي احنا حملناه نضغط عليه دابل كلك راح يفتح معانا بهذا الشكل على سبيل المثال احنا عندنا هذا البرنامج خربان إذا أنت عندك برنامج خربان أو عندك أي برنامج أنت ما تبيع على كمبيوترك تم تمسحه بس أنا بأجرب على هذا البرنامج طبعاً نرجع على البرنامج اللي احنا حملناه اللي هو الأب كلينر ونروح على هذا الخيار على اليمين فوق نضغط عليه لاحظ معاي راح يطلع لنا كل البرامج اللي موجودة على كمبيوترنا طبعاً احنا نبحث عن البرنامج اللي نبيه يا عن طريق الاسم هنا مثلاً نكتب SYS اللي هو System Software Update هذا هو البرنامج اللي احنا ما نبيه لاحظ معاي هذا هو البرنامج الخربان مجرد ما تضغط عليه Click وهو اوتوماتيكياً راح يطلع لك البرنامج نفسه والملفات المخفية أو الملحقات الخاصة في البرنامج راح تكون مخفية ما راح تقدر انك انت تلقاها عن طريق كمبيوترك أو على الديسكتوب فانت اذا تمسحت هذا البرنامج مثل ما قلت لكم ما راح تمسح هذه الملفات بعد ما يطلع لنا بهذا الشكل نتأكد ان عليهم علامة صح كلهم نضغط على Remove لاحظ معاي راح في سلة المهملات هذا هو البرنامج وهذه هي الملفات الملحقة فيه بعد ما خلصنا نسكر هذا البرنامج ونسكر هذا البرنامج ونروح على سلة المهملات ونضغط Click يمين ومتي Trash وشدي احنا خلصنا من البرنامج ومسحناه بالكامل هذا هو شرح اليوم اتمنى ان الشرح كان بسيط والجميع استفاد من هذا الشرح اذا عجبكم هذا الشرح سولي Like و Subscribe اذا ما عجبكم هذا الشرح سولي Dislike اتمنى نشوفكم في فيديو شرح ثاني شكرا ومع السلامة